ويسمحونا مشاهدي الكرام نبدأ النهاردة أخبارنا في انترو مصر الحياة في مصر من رئاسة الجمهورية والعلاقات بين بلدنا وبين الجمهورية اليمنية النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل أخيه الرئيس اليمني عبدالربو منصور هادي اللي بدأ زيارته الرسمية للقاهرة وهتستمر لمدة يومين الرئيسين نقشوا عدد من الموضوعات والملفات بين البلدين وكمان شهدوا مراسم التوقيع على مذكر التفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي اليمني اسمحونا مشاهدي الكرام نتابع تفاصيل أكتر في التأرير اللي جاي في إطار التعاون والتكامل الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين وصل ظهر اليوم الاثنين الرئيس اليمني عبدالربو منصور هادي إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدأت المباحثات الثنائية بين الرئيسين وتمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية وبحث تعزيز العلاقات بين البلدين وكذلك هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية ومواجهة الأطماع الإيرانية في المنطقة وعقد الجانبان قمة مصرية يمنية عرب خلالها الرئيس السيسي عن ترحيبه بالرئيس اليمني عبدالربو منصور هادي في بلده الثاني مصر مؤكدا على أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل المرحلة الدقيقة الذي يمر به اليمن والمنطقة العربية ويهدد أمنها واستقرارها بشكل غير مسبوك وهو ما يعزز التنصيق والتعاون لدرء الأخطاء المتصاعدة وأكد رئيس السيسي على أنه في إطار تأييد مصر للجهود الرامية للتواصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وأهمية تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف السياسية مصر ترحب بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن الساعية لاستئناف المفاوضات وهذا وفقا للمرجعيات الأساسية المتفق عليها دوليا وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216 وتصدرت ملفات الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب أعمال القمة وشهد الجانبان مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي اليمنية يذكر أن هذه الزيارات عد ثالثة للرئيس اليمني لمصر منذ توليه الحكم وكانت الزيارة الأولى في مارس من عام 2015 بشرم الشيخ للمشاركة بفعاليات القمة العربية والثانية في أغسطس من نفس العام للمشاركة في احتفالات افتتاح قناة السويس فالعلاقات اليمنية المصرية ثابتة منذ عقود طويلة أبرزها الأعتراف المصرية بالثورة اليمنية في 26 سبتمبر من عام 1962 كما أن مصر عضوا في التحالف العربية لدعم الشرعية الذي يهدف الاستعادة وتحرير المناطق التي احتلتها ميليشيات الحوثي إسراء سعد الحياة في مصر